حدوطة الكبيرة اللي بتشغل كل جماهير النادي الاهلي الكابتانو هل يعود الكابتانو حسام غالي للمنتخب ولا خلاص الكابتانو مش هنقدر نشوفه في كاس العالم لكاس العالم المقبلة كلام كتير وكلام عبر التقارير التلفزيونية وفلان بيتكلم والمعانس هنا بريدة بيتكلم وفي نداء الكوبر وفي وفي أي نداء تشوفوه أمام الكاميرات مختلف تماما لازم نعرف أن هيكتور كوبر حاطت عدد من الشروط لعودة حسام غالي للمنتخب مرة أخرى فترة اللي فاتت كان مصر وملح على الاعتذار بشكل كبير ولكن هيكتور كوبر بيتكلم في نقطتين ما لهمش تالت الاعتذار العلني والرسمي لحسام غالي وكذلك أنه يكون مستواه الفني يؤهله في هذا التوقيت لالتحاق للمنتخب المصري كل التوفيق للكابتن حسام الغالي الكابتن حسام الغالي اللي إن شاء الله يكون موجود في المنتخب لأنه يستحق لأنه موجوده استحقاقا وليس تكريما في المنتخب المصري حابب أقول لكم كواليس كتير لكن لازم نديكم كده حاجة بسيطة طبعا مش طبيعة البرنامج ولكن حبيت أعرفكم بعض الأمور سريعا قبل مطلع فاصل وستقبل ضيوفي الكرام الأستاذ عسام شلتو تنقض الرياضي الكبير والأستاذ علي عزة تنقض الرياضي الكبير ضيوفنا بعد الفاصل اشتركوا في القناة